موسيقى مباحثات يمنية بريطانية حول تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت الاقتصادية والنفطية الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعالة على ميليشيا الحوثي لتجفيف مواردها المالية منظمة دولية ترصد مقتل وإصابة 333 طفلاً في اليمن منذ مطلع العام الجاري وفدون أممي يصلوا تاعز ويناقشوا مع سلطات زيادة الدعم لتلبية الاحتياجات الطارئة والمستدامة أهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة معكم أنا شادي نجيد ونضال الشبان بحث وزير الخارجي أحمد بن مبارك مع نظيره البريطاني تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط ووفق وكالة سبا طالب بن مبارك المجتمع الدولي بدعم إجراءات الحكومة لتنفيذ قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وبيّن أن استهداف الحوثي للمنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط بواسطة الطائرات المسيرة الإيرانية تمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة وتحديا لكافة جهود إحلال السلام من جانبه أكد الوزير البريطاني أن اليمن بحاجة إلى سلام هادف ودائم مشيرا إلى أن الأمن في الشرق الأوسط لا يهم المنطقة فحسب بل العالم أجمع من جانبها دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على ميليشيا الحوثي من خلال تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف مواردها المالية شدد وزير الخارجية أحمد بن مبارك في كلمة له بمؤتمر الأمن الإقليمي في البحرين على أهمية تمسك المجتمع الدولي بمرجعية الحل الثلاث للأزمة اليمنية وأكد أن ممارسات ميليشيا الحوثي تعدت التمرد والتصعيد المحلي باستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين وأشار إلى أن إحلال السلام في اليمن يعتبر ضمانا أساسيا للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية خاصة وأن اليمن يحتل موقعا استراتيجيا في العالم يمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية من جهته بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع وزير الخارجية أو وزيرة الخارجية النرويجية إمكين فليتفينت جهود إحلال السلام في اليمن وقال البوسعيدي إن لقاء في مصقط بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك دون مزيد من التفاصيل واتت هذه تطورات بالتزامن مع رعاية عمان مفاوضات بين السعودية ومليشيا الحوثي عقب وصول المفاوضات الأممية إلى طريق مسجود وفق مصادر سياسية بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه يأمل بأن يتم اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لسمرار الهدنة ورفع الحصار عن اليمن أضف عبداللهيان في متمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيد إن وقف الحرب ووقف اطلاق النار ورفع الحصار لا إنساني وجهان لعملة واحدة وأشار الوزير الإيراني أشاد بحلفاء إيران في اليمن معتبرا أن مقاومتهم لما وصفه بالاحتلال الأجنبي جديرة بالثناء في إشارة للحرب التي يخضها الحوثيون ضد الحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية في غضون ذلك أقر المتحدث باسم مليشيا الحوثي محمد عبد السلام بعقد لقاءات بين جماعته والسعودية على المستوى السياسي والإنساني في تأكيد على وجود مشاورات بين الطرفين برعاية عمانية عبد السلام قال في حديث نشره منتدى مجال قال إنه من الطبيعي أن تحصل لقاءات وزيارة بين جماعته والسعودية على المستوى الإنساني أو السياسي وما شابه وأكد أن جماعته تدعم هذه التوجهات وأن يكون هناك اتجاه لكل الجوانب الإنسانية وليس فقط ملف الأسرة بل أيضا فتح المطارات والموانئ وإزالة القيود على البضائع ورفع الحصار عن اليمن حد تعبيره بشكل شبه معلن تجري ميليشي الحوثي مفاوضات سياسية مع السعودية من جهة ومن جهة أخرى تصاعدت تهديداتها على موانئ تصدير النفط في الداخل اليمني مؤخرا قال المتحدث باسم الإنقلابيين محمد عبد السلام من الطبيعي أن تحصل لقاءات وزيارات بين جماعته والسعودية على المستويين الإنساني والسياسي وهذا أول تأكيد رسمي جديد للحوار بين الجانبين كما قال إن جماعته تدعم هذه التوجهات وأن يكون هناك اتجاه لكل الجوانب الإنسانية وليس فقط ملف الأسرة بل أيضا فتح المطارات والموانئ ومنذ ما قبل انتهاء الهدنة الأممية مطلع شهر أغسطس الماضي لم تتوقف التسريبات الكاشفة عن مباحثات سرية بين الطرفين بوساطة عمانية وبعيدا عن الحكومة الشرعية التي ربما ستغيب تماما عن أي مفاوضات قادمة وعلى غرار ما تشهده جبهات القتال في الميدان من توجس وهدوء حذر باتت تهديدات الميليشيا تصعيدا عمليا وتوجهت نحو المعركة البحرية إذ أجرت مؤخرا تجربة إطلاق صواريخ مضادة للسفن من صنعاء نحو البحر الأحمر وفيما تتزايد الرغابات الدولية والأممية لإعادة إحياء الهدنة الإنسانية يبدو أن السعودية هي أيضا لم تعد راغبة في الاستمرار في دعم الشرعية في البلاد وهو ما يثير تساؤل الكثيرين عما إذا كانت تلك الحوارات بين الرياض وصنعاء مقدمة لإنهاء الحرب في البلاد بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز مع قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الفريق بريد كوبر أفاق التعاون العسكري مع قوات خفر السواحل اليمنية بحسب موقع الجيش سبتمبر نتا كدفين عزيز خلال لقائه كوبر في البحرين أن مليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية الدولية لفتا إلى أن الدعم الإيراني بالمال والسلاح وتدريب للميليشيا يعد أبرز الأسباب لإطارة أمد الحرب من جانبه أكد قائد القوات البحرية الأمريكية موصلة دعم بلاده لقوات خفر السواحل اليمنية وجهودها في مكفحة تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي الإرهابية وتأتي هذه المباحثات بعد أيام من إعلان البحرية الأمريكية ضبط شحنة إيرانية تحمل مواد متفجرة في خليج عمان كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية ضبط سفينة على متنها تسعة بحارة يعملون في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي قالها الإعلام الأمني للوزارة أن قوات خفر السواحل تمكنت من ضبط سفينة تهريب بالقرب من ميناء المخة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي في الحديدة نقل عن مصدر في مصلحة خفر السواحل قوله إن السفينة بحسب التصريح قادمة من الصومال إلى ميناء المخة وعلى متنها تسعة بحارة يمنيين يشتبه بعملهم في مجال التهريب لصالح الميليشيا وأوضح أن طاقم السفينة اعترف خلال التحقيق أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة وأن كتابة الترخيص كانت لغرض التموي عسكريا أعلنت قوة العمالق المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في محافظة الحديدة وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكترولين دفاعات القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة أطلقتها الميليشيا في سماء مدينة الخوخة بعد إسقاطها طائرة في جبهة حيس يوم أمس وتواصل الميليشيا تصعيدها العسكري وإطلاق الطائرات المسيرة في عدد من الجبهات في الحديدة أيضا قتل مدني إثر قصف حوثي طال قرية سكنية في مديرية حيس جنوبي المحافظة مصدر محلي قال إن المواطن خالد محمد بارد قتل إثر إصابته بشضايا قذيفة هون أطلقتها الميليشيا على قرية المشارع شمال مديرية حيس يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية قصف قرى سكنية ومواقع للقوات المشتركة في مديرياته جنوب الحديدة وغرب محافظة تعز في سياق آخر أكدت مصادر مطالعة في صنعاء أن ميليشيا الحوثي شرعت في تطبيق ما تسمى المدونة السلوكية التي تحاول فرضها على الموظفين في مناطق سيطرتها وقالت المصادر أن وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دعا إلى اجتماع مع مديري عموم الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية أبلغهم فيه بسرعة إلزام الموظفين بالتوقيع على مدونة السلوك الوظيفة التي فرضت الجماعة مؤخرا وهدد القيادي في الميليشيا بفصل أي موظف لا يوقع على المدونة الأمر الذي عده مراقبون انتهاكا سافرا وإصرارا من قبل ميليشيا الحوثي على استعباد موظف الدولة أعلنت ميليشيا الحوثي رفضها قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على تغذية حساب البنك المركزي اليمني في عدم بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقدمة لليمن زعمت الميليشيا بأن هذا القرار يكشف تناقض سياسات صندوق النقد والزواجية تتعمله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول التحالف لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن وحملت الصندوق مسؤولية الأسهام في الدفع بالاقتصاد الوطني نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن حسب ما جاء في البيان جددت الميليشيا مطالبتها بإدارة حقوق وحدات السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبة موظف الدولة إلى مارب حيث شيع في المدينة جثمان أسير بعد وفاته تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوذي وقالت مصادر محلية أنه تم تشيع محمد الحميقاني أحد منتسب المقاومة الشعبية في البيضاء بعد بقائه في سجون الميليشيا لمدة أربع سنوات وكانت الميليشيا قد أفرجت على أثنين من أسرى مقاومة الحميقاني إلى جانب جثة الحميقاني الأسبوع الماضي ضمن صفقة تبادل مقابل تسليم ثلاثة عشر من جثامين قتل الميليشيا وشارك في تشييع عددهم من القيادات العسكرية والأمنية وقيادة السلطة المحلية وأعيان محافظة البيضاء حيث أدان المشيعون وفات الأسير الحميقاني تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوذي في مارب أيضا نظم مكتب التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة أليونسف يوما ترفيهيا للأطفال تزامنا مع يومهم العالمي وتضمنت الفعالية أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية حيث شاركت فيها عددهم من المدارس في مديريتين المدينة والوادي وبحسب القائمين على الفعالية فإنها تهدف لمساعدة الأطفال وإخراجهم من أجواء الحرب من خلال التنفيس وتخفيف الضغوط النفسية خاصة كون المحافظة لا تزال تتعرض لهجمات صاروخية من قبل ميليشيا حوذي نحن في هذا اليوم في ملعب مأرب وهذا النشاط الذي تنفذه منظمة اليونسف بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب وكذلك مكتب التربية والتعليم بمديرية المدينة ومديرية الوادي نشاط اليوم العالمي للطفل وهو إحياء اليوم للطفولة يعني يعبر عن احتمان هذه المنظمة منظمة الطفولة العالمية منظمة اليونسف بالأطفال وكذلك أيضا هو إخراج لهم من الكثير من الآلام التي مروا بها خلال الفترة الماضية بالذات أن مأرب مستهدفة بالقصف بين الحين والآخر هذا القصف العشوائي الدائم الذي يستهدف المباني المدنية والأحياء السكنية قبل أن يستهدف المنشآت العسكرية وكم يروج للحوثي النشاط عبارة عن يوم ترفيه متكامل إضافة إلى بعض الأنشطة الرياضية التي ستستكمل إن شاء الله يوم غد وبعد غد وتم التنسيق بعدد من المدارس في مديريتي المدينة والوادي في الشأن الحقيق قالت رابطة أمات المختطفين مختطفين في سجون ميليشيا الحوثي في الأمن والمخابرات التابعة لهم بصنعه يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين ذكرت أنها تلقت مناشدة من زوجة المختطف عادل البيضاني تفيد باستمرار إضرابه عن الطعام مع مختطفين آخرين احتجاجا على المماطلة في الإفراج عنهم وارتكاب انتهاكات بحقهم وناشدت زوجة البيضانية الإفراج عن زوجها الذي يمر بظروف صحية حارجة مؤكدة أن ميليشيا الحوثي هددت المضربين عن الطعام بنقلهم إلى بدروم السجن في حال عدم إنهاء الإضراب يذكر أن البيضاني تعرض للاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي من منزله بصنعه قبل سبع سنوات الاعتقال التعسفي لا يصيب آلامه المخفيين قسرا فقط بل يمتد الوجع لأهاليهم وأطفالهم تكرر رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية مناشدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الميليشيا للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي التقارير الواردات والتحذيرات الأممية بشأن أوضاع المختطفين في السجون تتحدث عن مصير كارثي يتهدد حياتهم المعاناة تتضاعف كل يوم جراء استمرار احتجاز المختطفين في السجون وتعريضهم للتعذيب الوحشي وحرمانهم من الرعاية الصحية مما يعرض حياتهم للخطر الداهم في مناشدة تلقتها رابطة أمهات المختطفين من زوجة المختطف عادل البيضاني تفيد باستمراره عن الإضراب عن الطعام مع آخرين لأكثر من أسبوعين في سجن الأمن والمخابرات في صنع واستنكرت أمهات المختطفين ظروف الاحتجاز اللا إنسانية في جميع السجون وكذلك الإهمال الطبي والحرمان من البطانية والملابس الشتوية ومنع إدخال الأدوية والطعام تواصل ميليشيا الحوثي اختطاف الناشطين والسياسيين والصحفيين المعارضين لها وحتى المدنيين ولقى عدد من المختطفين حتفهم جراء التعذيب الوحشي كما أنهم يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية في المعتقلات والسجون بالمناطق الخاضعة لسيطرتها القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة تجرمان استمرار اختطاف مدنيين دون أي مسوغ من قبل ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي فالأمهات طالبنا الجهات الدولية بالقيام بواجباتها والانتصار لقضية آلاف المختطفين العادلة بناء على ما تنصه الحقوق والمواثيق والمعاهدات الدولية أصيبت خمس نساء برصاص ميليشيا الحوثي عقب اعتدائها على منزل مواطن في محافظة أب قالت مصادر محليا خمس نساء أصبنا برصاص الميليشيا بعد اعتدائها على منزل المواطن صادق الرفاعي في قرية السهلة بمديرية حبي الشمالي المحافظة أضافت المصادر أن الميليشيا قامت بهدم سور المنزل بهدف توسعة طريق بجواره لصالح أحد المتنفذين في المنطقة وأشارت إلى أن الميليشيا اختطفت رب الأسرة صادق الرفاعي وأحد أطراله بالإضافة إلى ترويع الأطرال في المنزل عقب اقتحامه ونهبه دفع تردي الأوضاع المعيشية مئة الأطفال للانخراط في سوق العمل وخاصة الشاقة منها وفي ريف تعز ومن أجل توفير لقمة العيش لأسرهم يعملوا الأطفال على تكسير الأحجار وفي أقسى مهنة بالنسبة لهم بينما تحتفل الدول بيوم الطفل العالم يعيش أطفال اليمن أوضاعا صعبة ومحرومين من أفسط حقوقهم المعيشية والتعليمية والصحية وحدها لعنة الحرب من تنقش كوارثها على هذه الصخور لتبقى شاهدة على الطفل حسين محمود دل أربعة عشر عاما والذي يعمل في مقطع للأحجار هنا بمنطقة الجبزية في ريف تعز حيث يعد ذلك من أسوأ أشكال عمالة الأطفال أنا هنا أشقي على المواقف بالرقلة اليمناء وأشقي أولا بطالة أيام من المدرسة لا أذهب وهنا أشقينا على أسرها أصلا مكبور أن أنا أشقينا رغم إعاقة حسين البسيطة بقدمه منذ الطفولة إلا أن ذلك لم يمنعه من العمل ففي الصباح إلى المدرسة وفي المساء إلى مقطع الأحجار حيث يقضي فيه خمس ساعات متواصلة بحثا عن المتطلبات الأساسية لأسرته لكن مزاولته العمل دون أدوات السلامة المهنية يعرض حياته للخطر في أي لحظة نحن الآن نعاين مسألة العمالة والتسولات في الشوارع بشكمية رهيبة وهذه مأساة فأشد على القهات التشريعية والسلطة التشريعية في الدولة بسن قوانين تقرم مسألة عمالة الأطفال وما يليها من قضايا من تسولات واستغلال للأطفال بجوانب كثيرة تصل للوضع الحالي إلى حتى تجنيد الأطفال وهذه كارثة لم يقتصر الأمر على حسين فحسب حيث دفعت الحرب مئات الأطفال إلى العمل دون السن القانونية وفي مهن مختلفة مع عدم مراعاة المعاهدات الدولية لمناهضة عمالة الأطفال والتي باتت بفعل الحرب تكاد أن تغيب فاعليتها في اليمن بشكل كلي وحدها صعوبات الأوضاع المعيشية التي دفعت الكثير من الأطفال للانخراط في تلك الأعمال بحثا عن رغيف العيش والتشبث بالبقاء إبراهيم سعيد قناة بلقيس تعز تعهد حلف قبائل حضرموت بالدفاع عن المحافظة من الأخطر المحدقة وذلك بالتزامن مع تهديد الانتقالي بطرد القوات الحكومية من الوادي والصحراء ودع الحلف الذي يمثل أكبر تكتل قبل في حضرموت إلى الكف عن جميع تدخلات التخريبية لغرض النهيل من تماسك النسج الاجتماعي وزرع الفتن بالمحافظة واكدا رفضه تمثيل حضرموت من خارجها أو محاولة إقصائها وتهميشها وجدد حلف قبائل حضرموت بطالباته بإخراج كافة القوات العسكرية غير الحضرمية واستبدالها بقوات من أبناء المحافظة مع إضافة تجنيد أربعين ألف شخص حضرموت اليوم بحاجة إلى تكاتف إلى رفع كلمة موحدة وإلى وضع يدنا على أرضنا هناك استهداف لحضرموت على كل المستويات حضرموت مستهدفة على مستوى القرار قرار حضرموت محل استهداف وكذلك الجوانب عسكرية وأمنية كذلك ثروات حضرموت محل استهداف ترى كل الأطراف السيطرة والاستيلاء على حضرموت بقوة السلاح نحن نرى الأطراف اليمنية الأخرى من كل طرف يريد فرض أمر واقع القوة بقوة السلاح وليس عن طريق شراكات مع المجتمعات أو غيرها نحن في مجتمع حضرموت مجتمع لدينا من المقومات ما يميزنا عن الآخرين حضرموت نحن نقول أنها يجب أن تكون إذا كانت الدولة أقاليم فحضرموت أقليم بكامل الصلاحية إذا كان غير هذا فحضرموت دولة رسالتنا اليوم إلى كل من يستهدف حضرموت يستهدف أمن حضرموت يستهدف قرار حضرموت اليد التي ستمتد على حضرموت ستقطعها أبناء حضرموت لن نسمح بسلب القرار السياسي والعسكري من أبناء حضرموت يأتي هذا اللقاء عقب بيان للمجلس الانتقالي في حضرموت هدد فيه باجتياح مديريات الوادي والصحراء في إطار مطالبته بطرد القوات الحكومية المتواجدة هناك وقال الرئيس الهيئة المحلية للمجلس الانتقالي في حضرموت إن تحضيرات كبيرة يقوم بها مع بعض القوى بغية التحرك لمباغات قوات المنطقة العسكرية الأولى وتردها من الوادي والصحراء تتسارع وطيرة التطورات في حضرموت وتنتقل من حراك الساحات والاجتماعات إلى التلويح بالتصعيد العسكري فتحت مآلات الأحداث التي شهدتها محافظة الشبوى في أغسطس الماضي شهية المجلس الانتقالي الإشعال ذات المعركة في وادي وصحراء حضرموت لإخضاعه ضمن أجندات مشروعه لكن ثم تتعقيدات تقف أمام طموحات الانتقالي فمحليا تبرز مكونات فاعلة لا تدور في فلك الانتقالي الذي لجأ في سبتمبر الماضي للتحاور في العاصمة المصرية القاهرة مع مؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية القبائل لجس نظم مواقفها بناء على نتائج معركة شبوى بيد أن تلك المباحثات انفضت وأعقبها تصعيد متبادل في حدة الخطابات والتحشيدات في الميادين بين تلك الأطراف التي تحمل مشاريع متناقضة في زحمة الأجندة والتدخلات الخارجية وغياب الدولة أما على الصعيد الآخر فمدريات وادي وصحراء حضرموت تتربع على ثروة نفطية وموقع ذات أهمية بالنسبة للسعودية فهذه المنطقة تغطي نصف حدود اليمن مع السعودية وهنا يرى الكثير أن موقف الرياض سيكون عاملاً أساسياً في رسم خارطة السيطرة هناك يبدو المشهد اليوم في حضرموت أكثر احتداماً خصوصاً بعد تلويح الانتقال بالتصعيد العسكري للسيطرة على الوادي وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى في مقابل تعهدات قبلية بالدفاع عن المحافظة من الأخطار ورفض استقدام أي قوات من خارج المحافظة مع إخراج أي تشكيلات عسكرية لا ينحدر أفرادها من حضرموت يسابق الانتقالي الزمن لحسم معركة حضرموت وعلى إيقاع ذلك ترفع الكتل القبلية التي أخفق الانتقالي في اختراقها سقف تصوراتها لمستقبل ما بعد الحرب لفرض معادلة جديدة وتلك معضلة يدرك الانتقال خطورتها على مشروعه علناً يخيم الصمت على السعودية وحريفتها الإمارات التين تقودان التحالف ومعهم المجلس الرئاسي المعطل منذ أكثر من شهرين الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للمستجدات في حضرموت بين هذا وذاك قد تنفجر الأوضاع في حضرموت التي ظلت منذ اندلاع الحرب تشهد هدوءاً نسبياً مقارنة بالمحافظات الأخرى وسط مخاوف من الانزلاق إلى أتون الفوضى والصراعات في ظل احتدام معارك الاستقطابات والفرز الذي يهدد تماسك النسيج الاجتماعي نظم عشرات الشباب بمدينة المكلة بحضرموت وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والنعدام فرص العمل طالب المحتجون السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة بتوفير فرص عمل تعينهم على مواجهة متطلبات المعيشة وشك المحتجون غياب الاهتمام بشريحة الشباب وتزايد معدلات البطالة في أوساطهم محذرين من ضياع مستقبل الشباب وانجرارهم نحو الممنوعات وغيرها من الممارسات السلبية النتجة عن الفراغ محملين التحالف السعودي الإماراتي والحكومة مسؤولية ما تمر به البلاد عموماً وحضرموت على وجه الخصوص من سوء الخدمات وغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتضخم معدلات الفقر والبطالة نحن نطالب شباب نبقى شغل من سبع سنين ثمان سنين نحن نزقلين لشغل كل بيت فيه أربعة شباب خمسة شباب يالسين عاطلين على العمل إجارات من ستين من سبعين من بصرف عليها ماشي لشغل عسكر حتى العسكر بلرواتبهم عسكر بلستين بلرواتب ناس زاعت من بيحسبهم دولة والله التحالف له سبع سنين وهم قفل المطار حق الريان ومطار صنع مفتوح يعني من المحتل نحن ما قدريني نحن من المحتل هل هو نحن ولا هم ولا الحوتيين نحن الحوتيين المقلبين على الشرعية هم فاتحين المطار ومطار هنا مقفل مطار هنا في مناطق المحرة والله معدريني والصرف فوق ومعيش ومياعة وكل شي يعني جمت كله الدقوة الدقيقة فوق نحن بنا حضر موت عندنا نحن 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 نتكلم علينا نفسنا نحن نتكلم كلها بطالة نحن عندنا في حي السلام دايما الحكومات تكذب علينا كلما يه مسؤول يه مدير يه محافظ يديد كلهم كدابين وحاولنا نقابل المحافظ يقولون كل حد عندهم قابلة من دريربوع كله كلام باطن ماشي عندهم قابلة يخلون نحن يلسين لما نظهر والروح وهذا ملفات ندوربع في كل مرفق حكوم رصدت منظمة دولية مقتل وإصابة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين طفلا في اليمن منذ مطلع العام الجاري بمتوسط أكثر من طفل واحد في اليوم وأوضحت منظمة انقاض الطفولة في بيانهم بمناسبة يوم الطفل العالمين وثقت منذ الأول من يناير الماضي وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري مقتل اثنين وتسعين طفلا وإصابة مائتين وواحد واربعين آخرين ولم تحمل المنظمة أي طرف المسئولية إلا أن الفترة الماضية شهدت قصفا لميليشيا الحوثية على عدد من المدن وحوادث انفجار ألغام زراعة الميليشيا تسببت في مقتل وإصابة عشرة الأطفال واشددت المدير القطرية لمنظمة انقاض الطفولة في اليمن رامى حسن راج على ضرورة تحرك العالم لوقف الإفلات من العقاب على هذه الجرائم بحق الأطفال في ذات السياق وثقت منظمة حقوقية تجنيد ميليشيا الحوثي أكثر من ثلاثين ألف طفل للقتال في صفوفها منذ عام 2014 وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل عام أن ميليشيا الحوثي كان لها التأثير الأكبر في تهديد حقوق المدنيين وخاصة الأطفال وبينت أن ما ترصده من انتهاكات متعددة بحق الأطفال يرقى لجرائم حرب لسيما ممارسات القتل المتعمد وتجنيد الأطفال والإجبار على المشاركة في الصراع الأمر الذي أدى إلى وفاة آلاف الأطفال ودعت المنظمة المجتمع الدولي لممارسة دور أخلاقي وقانوني والعمل على تجنيب الأطفال أثار الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات والبدء بخطوات فعالة وجدية لوقف القتال في البلاد ناقش وفد أممي مع السلطات المحلية بتاعز خلال زيارته إلى المدينة زيادة الدعم لتلبية الاحتياجات الطريقة والمستدامة للمحافظة واستعرض المحافظ نبيل شمسان مع الوفد الأممي برئاسة نائب منسق شؤون الإنسانية ديجو زورلا وممثلي 12 منظمة أممية استعرض الاحتياجات الإغاثية والأضرار الناجمة عن الحصار والحرب على البنية التحتية والخدمات الأساسية أكد المحافظ أهمية الانتقال لمسار التدخلات التنموية والمستدامة وترميم المنازل تزامنا مع عودة النازحين إلى جانب استمرار المساعدة الطريقة والإغاثية وتحسين سبول المعيشة ومن جهته أكد نائب منسق شؤون الإنسانية في اليمن أن الزيارة تهدف إلى زيادة الدعم الأممي لتلبية احتياجات تعز التي تضررت كثيرا من الحرب وما زالت تعاني من أضرار بالغة وشحة الإمكانيات ونقص الخدمات شهدت عدد من الأحياء والشوارع في تعز احتشادا جماهيريا لمتابعة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة وقال عدد من المواطنين لكاميرا بلقيس أن مثل هذه البطولات الكروية تعد مناسبة للخروج من واقع المدينة المحاطة بالحرب والحصار وفي وقت سابق أعلن مكتب وزارة الشباب والرياضة في المحافظة عن توفير شاشات عرض في عدد من الأحياء ليتسنى للمواطنين مشاهدة مباراة بطولة المنديل استضافة قطر لهذه البطولة هذا العام تعتبر استضافة ميزة جدا أولا لها أول دولة عربية تستضيف بطولة كبيرة بحق بطولة كأس العالم أيضا تعتبر فرصة لإيصال رسائل السلام رسائل العرب وثقافتنا العربية للعالم أجمع فتعتبر فرصة جدا عظيمة لقطر والعالم العربي بشكل أجمع تضيف الحماس والإثارة والمتعة للمنديل والتبعث الأقوال الرائعة هنا في مدينة تعزندنا وبالحياء هذا نتبعث قوم ممتع نتفرج وننسى ما نحن فيه والله داخل البيوت لا توجد لدينا كروس للمشاهدة والآن خرجنا من البيوت من أجل نتابع كأس العالم ونحس بالفرعة أما داخل البيوت لا نتعد اختتم دوري الرائد أحمد العولقي في مديرية الصعيد بشبوة وفي المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي صمود أكتوبر من مديرية مصاب وفريق التحدي عتق توج فريق أكتوبر بكاس البطولة بعد فوزه بهدفين دون رد انطلقت البطولة منتصف شهر أكتوبر الماضي بمشاركة 23 فرقة وكان الرائد لشقام أحد ضباط قوات الجيش الوطني في شبوة وقد اغتيل بكمين من قبل قوات العمارق المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وسط مدينة عتق مطلع غصص الماضي فيما منعت سلطة المحافظة وأسرته من تنظيم فعاليات تأبيم في مدينة عتق وصلنا إلى ختام هذه النشر هذا تذكير بأبراز عنوينها مباحثات يمنية بريطانية حول تداعيات هجمات مليشيا الحوثي على المشاهات الاقتصادية والنفطية الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعالة على مليشيا الحوثي لتجفيف مواردها المالية منظمة دولية ترصد مقتل وإصابة 333 طفلاً باليمن منذ مطلع العام الجاري وفد أممي يصلوا تعز ويناقشوا مع السلطات زيادة الدعم لتلبية الاحتياجات الطريقة والمستدامة تهت النشرة إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة